ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة في المملكة تضع سياسة الحكومة في مواجهة مع المواطنين من جديد مع عدادها لمشروع قانون ضريبة دخل يزيد من الأعباء المالية عليهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وبفرضها ضريبة جديدة تحت اسم ضريبة التكافل فهل تعالج الحكومة الفقرة من جيوب الفقراء؟ لوحة المؤشرات الاقتصادية للمملكة أظهرت ارتفاع معدل البطالة والفقر مع استمرار الزيادة في عدد سكان ومع ذلك تخرج حكومة الدكتور عمر الرزاز بمسودة مشروع قانون لضريبة الدخل يزيد الأعباء على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية أبدت رفضا شعبيا بدعوة أنه لم يختلف عن ما جاءت به الحكومة السابقة التي طالب الشارع بإسقاطها عدد الفقراء في العام 2006 وصل 706 ألاف ارتفع إلى أكثر من 781 ألف في العام 2008 في حين ارتفع معدل الفقر في الأردن في العام 2010 إلى 14 و 14% وبحسب خطط التحفيز الاقتصادي قدر الفقر في 2016 بمعدل 20% وهذا مؤشر على استمرار تفاقم مشكلة الفقر رغم البرامج الحكومية المتعددة لمعالجة هذا الملف الساعة السكانية في المملكة لغاية اليوم أظهرت أن عدد سكان المملكة أكثر من 10 ملايين و 200 ألف نسمة مقابل وصول معدل بطالة حتى الربع الثاني من العام الحالي إلى مستويات قياسية بلغت 18 و 17% معدل التضخم الذي يقيس مستوى أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية بلغا لنهاية شهر آب من العام الحالي معدل 4 و 16% وهي نسبة تعتبر كبيرة ورغم هذه المؤشرات تخرج الحكومة في بند في مشروع قانون ضريبة الدخل بفرض 1% على الفرد أو الموظف عن دخله الخاضع للضريبة أسمته ضريبة تكافل اجتماعي لتضف إلى نسبة الضريبة لكل شريحة خاضعة لضريبة الدخل بعد الإعفاءات الحكومة قدرت الإيرادات من مشروع قانون ضريبة الدخل في حال تم تطبيقه للعام 2019 لتصل إلى 300 مليون دينار منها 100 مليون دينار من معالجة التهرب الضريبي وما مقداره 25 إلى 35 مليون دينار من تطبيق ضريبة التكافل الاجتماعي تصريحات المسؤولين تؤكد أن ضريبة التكافل الاجتماعي ستنفقها الدولة في تقديم خدمات للمواطنين جميعا سواء كانوا أغنياء أو فقراء والثانية تنفق على حزمة الأمان الاجتماعي ولكن السؤال في ظل تراجع الثقة بين المواطن والحكومة من سيرقب إنفاق هذه المبالغ؟ وهل ستتوجه إلى مسارها الصحيح؟